بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طالبة الصف الأولى السنوي. إن شاء الله بإذن الله هنكمل النهاردة على الأكسلراتيشن. النهاردة إن شاء الله نبدأ بعض الأكسلات. الرليشن عندنا اللي هي الفاينال الهلوستي إيقال البي آي بلس الأكسلاتي. أنا عندي أكسلاتي نومر وان بيقول لي إيه؟ أبادي ستارت إتس موشن فروم ريست ويز يونيفورم أكسلراتيشن. تل إتس فلوستي ريتش سكيم تن ميتر بير ساكند افتر تو ساكند. ممكن اي او بي او سي او دي. أول حاجة نفكر فيها نقول إيه؟ أنا عاوز أشوف الإجزامبل ده نحاول نرسمه بشكل بسيط كده. هنا يقول لي أبادي ستارت إتس موشن فروم ريست. يبقى هو الراجل هنا بادئ من الريست. يبقى اللي في اي هنا بكام شباب بزيو. طيب. وبعدين ويز يونيفورم أكسلراتيشن. يبقى بيتحرك بيونيفورم أكسلراتيشن. تل إتس فلوستي ريتش كيم يعني وصل لمكان معين. الفي فاينل بتاعته كيم بتن ميتر بير ساكند. بس لازم أنه بعارف إن أنا هنا شغل بإيه؟ بيونيفورم أكسلراتيشن. يعني الأكسلراتيشن ما لها؟ ها؟ سبتة ما بتتغيرش. طيب. من حركته وصل لسرعة كيم ده. يعني التايم ده هنا تايم تايم كيم تايم 2 ساكند. يبقى الاكسلراتيشن إكوال كيم. قلت له طيب. هعمل. هقول له الفي زي الجيفن اللي احنا خذناها كده من البرابلا. قلت له الفي اايم كوال 0. تمام كده. وبعدكده الفي ايف اكوال كيم. تين میتر بير ساكند باروكتو. والتايم عندنا كام؟ يبقى نعوض على طول في يا أولاد نقول إن يبقى نعوض اللي هو هيوصلها بعد سنيتين اللي هي لأنه أبادئ من الرست ما ننساش والأكسليريشن اللي هي السابتة هل هو كان بتوح نلاحظ إن الأكسليريشن بكام نروح لأكسليريشن إذاً أجانبيد تايبوا لي إيه إف أن أيروفون لانس على الرناواي ايروبلين هنا بصمز في الهد where يبقى أيروبلين لانس على الرنامي where its velocity at the moment of touching the ground يسكذا أفوضو بالكو هنا the touching the ground كام الفلسطية كام 162 يبقى يسمى ال children LVR طيب. and it's decelerates. دي معناها إيه? إن الأكسلراشن ما لها هنا؟ بالنجاتب. طيب. uniformly. قامت الأكسلراشن قيمتها كام. 0.5 meter per second power of two. then. the time taken by aeroplane to stop is done. والتاني. if an aeroplane. طيار. land on a runway. وبدأت من أول ما نزلت هنا. لحد دم ما وصلت. هنا وخدت وقت معيد. طيب. تعال نشوف. on the runway. where it's velocity. at the moment. لحظة. التوتش هنا بكام. lvi. one hundred. sixty two. kilometer per hour. حد ملاحظوا شباب إن اليونتس هنا متغيرة. آه. يبقى لازم أن أول حاجة هنعملها إيه؟ نحولها إلى ميتر بالساكن. نضربها. five over a. over eighteen عشان نحولها. five. طيب. 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 وبعدين. قال لي. إيه. واتحرك بأكسلراشن قيمتها كام. zero point five. أقول له. خد بالك إن هي deceleration. يعني لازم أن نحط إيه؟ negative. five. ميتر بالساكن. بورف two. then. the time taken by aeroplane stop. أقول له. آه. هنا. أنت بتقول لي هنا هو عمل إيه؟ عمل هنا stop. طيب. طالما هنا عمل stop. يبقى إذن هنا. إيه؟ الجزئية ديت لازم أن نقول له إن الفي اف بكام بزير. طيب. فحبدأ هنا أعود. أقول له الفي اي. أنت قلت لي إن هي بكام. اللي هي بكام. احنا كده عن نشتغل يا أولاد لازم أن بتاعتنا طول المسألة في ما ننساش إن هو احنا شغالين ميتر بالإيه؟ طيب. هو قال لي بعد شوية قال لي إيه؟ ده هو وقف في الآخر. آه. يبا أنت هنا أنت هنا وانت بتقول لي إن هو وقف ده معناه إن هو كام إن الفي اف بكام بزير. صحي كده؟ طيب. والأكسلريشن عندي بكام؟ بنيجاتب five متر بالساكن بارف two. عنحل بالفريستيكويجن. ليه عنحل بالفريستيكويجن؟ قال لي الفريستيكويجن بتقول لي إيه؟ إن الفي اف إيكوال الفي اي بلاس الات. طيب أنا عندي الفي اف بزير وعندي الفي اي الدهوني. تمام كده؟ وانت عاوز التايم. وعندي الاجسلريشن. كل الإيه؟ كل الفريابلز اللي هنا موجودة أنا أقدر أتعامل معاه. لكن هنا أنا عندي الديستانس. آه مش موجود معي في الإيه في الإجزامبل قدامي هنا. فبالتالي أنا مضطر إن أنا أعمل إيه؟ إن أنا أبدأ أشتغل بالجزئية دي. إن أنا ما ينفعش أشتغل بالديستانس. لأن أنا ما عنديش ديستانس أصلا. بليكويجن دي ما ينفعش. وبرضك نفس الكلام هنا ديستانس ما ينفعش. فمضطر إن أنا أشتغل بمين؟ أو الصحة بتاعي إن أنا أشتغل بالفريستيكويجن. وهنشتغل بالكلام ده. الفي اف ايكول الفي اي بلاس الات. يبا هنا الفي اف بزيرو. والفي اي بفورتي فايف بلاس الاكسلراتيشن هنا بكام؟ بنيجاتيب زيرو بوينت فايف. تايميز التايم. حلق إن التايم هنا بكام؟ نيجاتيب فورتي فايف دي باي باي زيرو بوينت فايف. يبا بكام هنا؟ بناينتي ساكن. يبا الطيارة خدت وقت قديل حد ما تشتغل. خدت حوالي هنا آآ تسعين سنة. نروح للاكزامبل اللي بعد كده. وياولاد ناخد بالنا إن احنا هنا. السري ايكويجن عندنا دولة اللي بنتحرك بيهم طول الوقت. يعني إيه اللي بنتحرك بيهم طول الوقت؟ يعني أنا السري ايكويجن دولة مش هقولك لازم أنه بخفزهم. لازم أن بفهمهم للدرجة أن انت فيهم على طول مجرد ما انت عارف الفاريوبولز بتاعتك اللي بقال باللاكزامبل بتروح على طول الايكويجن المناسبة بتاعتك. احنا باللاحظ إن الفيريست الدستانس. تمام كده؟ والساكند اكويجن ما فيهاش الفاين المال 부لوسلي والثير اكويجن ما فيهاش التايم. يبانا انت في اي ايكزامبل لو لقيت إن مفيش ديستانس اعرف ان انت هتشغل بالفيريست أكويجن. لو لقيت ان مفيش الفاين المال الفلوسلي يبانا انت هتعاف ان انت هتشغل بنق لو مفيش الطايم بنتا already لازم انتروح على طول على third equation طيب تعالي هنا نبص كده example number three a body moves with a velocity of twenty meter per second in the eighth direction يعني هو متجه ناحية فين في left direction طيب وبعدين قال لي if it starts to move with an acceleration and acceleration and acceleration of cam four meter per second bar of two in the west direction عكس الاتجاه بتاعنا هنا acceleration اتجاهها عكس اتجاه الحركة لأنه بيقول لي ان الفلوستي فين في الاست تقول acceleration فين في الوست يبقى ازا ايه في ال opposite direction اللحظ هنا تحت خالص كده acceleration became by negative four meter per second bar of two طيب so the magnitude and the direction of its velocity after ten seconds will be هنا عاوز ايه عاوز بيقول لي احسب الفلوستي وقول لي ال direction بتاعها فين هل هي ناحية ال west هل هي ناحية ال east ولا اي اتجاه اخر طيب ايه احل ازاي اول حاجة بطلع الجيفن بطلع الجيفن طيب طلعت الجيفن عندي بيقول لي ايه اول حاجة عندنا كانت ايه ان الفي اي بكام ان الفي اي عندنا ب اه ب 20 ميتر بر ساكن بروف ايه اه اه ميتر بر ساكن طيب والاكسلريشن عشان هي في ال opposite direction فانا بشتغل عليها ازاي هقول له احط لها نيجاتيب ايه نيجاتيب ايه صين يبقى نيجاتيب فور ميتر بر ساكن بروف طول طيب والطايم عندنا في المسألة قال لي ايه 10 ايه 10 ساكن طيب انا حبدأ احل بهذا ايه الجيفن طيب assume that the positive direction of motion is in the east direction هنا انا اعتبرت ان فين ان ال direction بتاع الاست هو مين هو الايه الاست تمام كده وبالتالي بص واي ال direction ال opposite عيبى بالايه بالنجاتيب طيب ومعناه كده ايه ان انا عروح احسب مين الفي اف لو لقيت ان الفي اف طلعت بالنجاتيب يبقى معناه كده اتجاه الفي لوستي او الفاينال الفي لوستي لازم يبقى فين في ال opposite direction اللي هو مين ال ويست تاني انا هنا في المسألة دي بعمل ايه انا افترضت عندي ان انا عندي ال direction ال ايه ال east هو ده الايه البوزر يبقى ال weist عندي بالايه هو ده الاتجاه الايه ال negative طيب يبقى لو انا حلت ال problem او انا وانا قبل ما احل ال problem اول ما بطلع ال variable او given بتاعت ال problem بحطها وفقا للايه لل rule اللي انا افترضته ده طيب وبعدين وابدأ اشتغل وعوض فيه rule او ال equation اللي عندي اللي احنا هنا هنشتغل بها اللي ال first equation وابدأ اكمل لحد موصل الى النتيجة النهائية لو لقيتها بال positive يبقى معنا كده ان final velocity اتجاهها فين في ال east طيب لو كانت في negative يبقى معنا كده اتجاهها فين في ال west فهنا كده شباب طيب فهنا ابدأ نعود بالكلام ده بين ال vi i b b d 20 وال accelation b negative 4 و time 10 انا عاوز اجيب final velocity او velocity after 10 seconds لاحظنا أن الفي إف بتساوي 20-4x10 طلعت بnegative 20 meter per second طيب ده معناها أن الفينال فيلوستي أو الفيناسي فين في الـ opposite direction بتاعنا لأنها طلعة نتيجتها إيه بالnegative يعني اتجاهها الفين في الـ west direction طيب طيب notice that when the body move negative acceleration it's the velocity decrease till it stop and the acceleration may make the body move in the opposite direction ودبالكو عشان أحنا إن شاء الله في السكند تير هناخد الفورس اللي بتسبب الـ acceleration وبالتالي هنبدأ نقول طالما فيه force هاي بأفي acceleration وطالما فيه acceleration حتى لو في negative direction طالما في acceleration هي هتفضل تحرك الجسم في الاتجاه بتاعها حتى لو فهو اتجاه إيه النجد تمام كده شباب كله فهم الإجابة ديك يبا الإجابة هنا أعطب بأي 20 متر في الـ في الـ west direction example number four two cars move in a straight line with velocities V and 2V the driver the driver of each car applies the brakes so the velocity of each of the of them decreases uniformly in the opposite figure if the first car takes the time t to stop then the time taken by the second car to stop scan هاي هو كده بيقول لي كده شباب إن أنا عندي two cars واحدة فيهم بدأ الـ velocity بتاعتها بV والتانية بدأ الـ velocity بتاعتها ب2V والتنين سوئين وقفوا أو حاول يقفوا أو استخدموا الـ brakes بتاعتهم بعد زمن t فالعربية وقفت بعد زمن t طيب معنى إنه استخدم الـ brakes معنى كده إنه شغال بإيه هاي استخدم الـ brakes عندنا ده معناها إن ده negative acceleration تعمم كده شباب طيب و لما نكمل بقى بالطريقة دي معنى كده إن الـ velocity هتبدأ تتغير أو تقل لحد ما تقل طيب لو العربية الأولانية وقفت بعد زمن t يبقى التانية هتقف بعد زمن d نبدأ نتكمل نقول والله أنا عنشوف الفرست كار والساكن كار ونقارن ما بين طيب الفرست كار الـ vi بتاعتها بكام v والأكسليريشن بنيجاتيب a وال t1 بكام بتي تمام كده طيب وأنا هنا افترضت بتاعت الفرست كار إنه هو بيتحرك بالفلوس الانيشيال بتاعت v والأكسليريشن بنيجاتيب أكسليريشن تمام كده والطايم بتاعت كام بتاعت حد ما يقف تمام كده طيب السكن كار ال v انيشيال بتاعتها كام بتيو v بتيو والطلق أكيد هنا ايه دابل تمام كده ليه لانه بدي اقمر بيضاع طيب وال فاينال فلوس تاعت بتيو بتاعت الاولاني او التاني طيب ما تقول لي كده الجديدة او قصدي انا عاوز احسب بتاعت احسب ايه بتاعت طيب هقول ازاي هقول والله ان بتاعت الاولاني بتساعت ال vi بلاس مين ال a a t one تمام كده طيب وبعدين اوصل بيها للا لل vi بتاعت اللي هي بتساوي كام ال a t تاني انا عاوز احسب من هنا ها ال v f ايه ال ارزي بتاعت هستخدم ال vi بتاعت ال first car وال acceleration بتاعت ال first car وال time بتاعت ال first car طيب ال v f بتاعت ال اتنين اصلا ال car one و car two هيوقف يبقى ال final v كام هنا ب zero وال vi بكام ب v اللي هو اشتغل به طيب minus a لانه هو negative لانه بيقف لانه بيعمل breaks وال time اللي هيوقف فيه ب a b t طيب يبقى لو ودينا النجات في النحاة التانية يبقى اذا v بتساوي مين a t يبقى دي اول a equation عندنا طيبا كده يا شباب يبقى بالنسبة للكار الاولانية عرفت ان v بتساوي a t في car two ترو جمين الفايدل في تاعت car two بتساوي vi بتاعت car two plus a acceleration بتاعت car two طيب كل ده احنا بتكلم على car two طيب هنا الفي اف طالما استخدم من بريكس بل فاين الفايدل هتوصل لكام لزير وال v بتاعتنا بكام ب two v يبقى هنا two v minus two a t square two a t two اللي هي التايم التانية طيب يبقى اذا هنا التو النجات a t النجات two a تانية بالبوسط يبقى انا عندي two v بتساوي two a t يعني هنا اتبقى two v بتساوي two a t two يبقى اتروح مع two يبقى اذا v بتساوي a t a two يبقى بالتالي by comparing equation one by equation number two يبقى t two بتساوي t لان انا عندي هناك ان v كان بتساوي a t one a t two بردك وهنا a t one يبقى اذا العربيتين هيقفوا في نفس a الوقت يبقى الاختيار الصحيح كان d ان هم هو هنا بتاعة second car عيبة t تمام كده طيب نروح لأ example number five بيقول لنا في ايه a body was moving in straight line with velocity to meet 20 meter per second تمام بيقول لي هنا if it starts to move with a uniform acceleration a at a certain instant where its average velocity during 10 seconds after that instant equal cam to e قولنا هنا ان ال body was moving in a straight line with velocity 20 meter per second if it starts to move with uniform acceleration يبا هو v i عند dna became 20 meter per second if it starts to move with uniform acceleration يببا ال acceleration cam a at a certain instant في لحظة معين where its average velocity during 10 seconds after that instant equal cam 30 يببا من اول v r لحد v f اللي هي بعد زمن cam 10 seconds v average عندنا بcam 30 meter per second طيب اذا كان هو هنا بدي 20 هنا هيوصل لcam انا بلفت انتباهك الى انك انت تحاول تفهم ان هو يشتغل ازاي تمام كده طيب وبعدين طلباتك zen it's acceleration بكام طيب تعال نشوف كده عن حلها ازاي انت قلتلي يا مستر ان انا عندي في المسألة هنا ان v i بكام ب 20 meter per second و average boost بكام ب 30 و t خلال زمن ادي 10 seconds اقول طيب average velocity اللي هي vf plus vi over 2 اللي اول واحدة اللي هي 20 وال vf اللي انا ما عرفه over 2 يدينا average velocity ب 30 20 over 2 cross يدينا vf plus 20 equal 60 20 يتروح الناحة الثانية يبقى vf بكام 40 meter per second جميل طيب الacceleration بتساوي ايه اولاد الacceleration بتساوي delta v over t طيب delta v اللي هو مين v final minus v initial over mean over time v final انا 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 بكام ب 40 minus v initial بكام 20 خلال زمن قديه 10 يبقى اذا نبايد بكام ها 2 meter per second power of 2 تمام كده شباب طيب طبعا ما ننساش ان انا ممكن استخدم الايه هنا او نفتكر مع بعض اللي هي d equal v i t plus half a t squared هنبدأ نشتغل عليها دلوقتي في الامسلة اللي جاية نعم كده اكزامبل نمبر انا معظم الاسئلة اللي فاتت كانت بنشتغل على الفرست اكويجن صحيح هنا هنبدأ بعض البروبلم هتبب شغالة عليها نبصوا كده اول مسألة عندنا هنا خلمة هكز يبقى ادي لأي then it starts to move دولة تكلمة start to move دي معناها ايه انه start from rest برضه دي معناها ايه ان vi بكام بزير with uniform acceleration of cam ها 40 4 meter per second 4 8 second جميل كده شباب دي اخذ بانا انها بار of two so the displacement of the body during this interval is at the distance the vi became and the initial became 4 meter per second with acceleration 4 meter per second bar of two with time 8 second how distance bit so can bit plus half at squared plus via bit plus half at squared time v i became before with time plus half the acceleration before you can get in the time time is the part of two distance b can one hundred sixty meter example number two two cars two cars two cars عندنا by start their motion from rest مباشرة from the same position from same position and in the same direction as in the update figure after ten seconds بعد 10 second the distance between them becomes 200 meter يبا انا عندي two cars بيتحرك اهون الاول هنين ب acceleration a والتانية acceleration two a قال لي بعد time ten second وهنا ده ten second تم كده الكار دي وصلت الى نقطة دي والكار دي طبعا بأكسل اكبر يبا هيوصل لنقطة ابعد بحيث ان المسافة ما بين الاثنين بكام ب200 meter تاني انا عندي الكار الاولان اي اللي بتتحرك بأكسل اي والكار two بتتحرك بأكسل بعد عشر ثواني دي كانت وصلت لنقطة معينة والتانية وصلت لنقطة ابعد شوية بس المسافة بينهم كام 200 a meter انا اعاوز بقى في الاخر جنين بكام تمام كده شباب نحل كده نجيب الجفن اول حاج هما start from a press يبا اذا البي i بزير بتاعت الاولان اي والا الاولان بكام باي وال a two كام بزير وال a two كام بتو a والطايم بتاع الاثنين بتان second وال عندنا بتو a بتو 100 meter طيب نعوض عندنا اللي هو السكند احنا عاركين ان احنا شغالين في وبتتحل بال السكند اكواجن ال وانا عوض عن ان بصير يبقى ال d1 بتسوي half a squared يبقى دي ال اكواجن نمبر a نمبر one وهنا ال d2 half a times two a بقى خدوا بالكو انا هنا شلت ال a d عوضت عنها باي وهنا شلت a وعوضت عنها بكام باي two a بقيت بتسوي اي بقى هنا يعني بالآخر بتسوي a t a squared هنا ما ننساش ان الكار الاولانية تحركت لحد ما وصلت للنقطة دي والكار التانية بتحركت لحد ما وصلت هنا بحيث ان المسافة دي بقت بكام اللي هي 200 متر جميع هي الكار الاولانية بتحركت مسافة d1 والكار التانية حركت مسافة d2 يبقى d2 minus d1 بتسوي x اللي هي بتسوي كام 200 متر ما ننساش ال equation دي تم كده طيب فهنا لو عملت ده minus ده اللي هو d2 اللي قمته كان 80 squared وال d1 اللي قمته كان half 80 squared هالله هز اي بقى 80 squared minus half 80 squared بتسوي الفرق ما بين الاثنين اللي هو بكام 200 وابدأ اشتغل عندنا هلاقي ان ده minus داي دي half 80 squared طيب وال time اصلا بتن والtime اصلا بكام بتن يبقى يبقى ازا هنا ال half تروح الناحية التانية تبقى 400 وال t هنا ب 100 يبقى ال acceleration ب كام ب 4 ال acceleration هنا ب تطلع ب كام ب 4 ال half a كام كده التو دي هتروح هنا بقى 400 وهنا هتبقى 100 ال 00 مع 00 يبقى 4 meter per second bar a of 2 يبقى احنا هنا كده يا شباب الم problem اللي عندنا بتقول ان اللي عندي كار بتتحرك ب وحدة تانية بتتحرك ب اكيد اللي تحرك صغيرة هتوصل بعد مسافة او بعد زمن هتوصل لنقطة صغيرة اما التانية ومسافة قريبة يعني اما اللي هيتحرك ب acceleration كبيرة معنا كده ان هيوصل مسافة اكبر اللي هي هنا طبعا كده اللي هي الفرق ما بين هنا اللي هي ال 100 وبدأت من هنا اجيب من خلال الرسم اللي هو الدهوني او اللي انا حاولت ارسمه للمسألة زائد من خلال السكند اكويجن وماينوس الاكويجن الاولانية من الاكويجن التانية هنا بالنسبة لل وبالتالي تبدأ عندنا هنا ايه هنا وبنبدأ عندنا نلاحظ ان المسألة بدأت تتحل وبدأت تطبة سهلة جدا من خلال اننا حليت ايه اكويجن مع بعض نروح البرابلم بعد كده اجزامبل نمبر تري بقولنا في هذا وكاننا هنا بالنسبة تحطي من اве تحطي ان يتود لابدك تاني الجفن على الرسم بيقول لي أن A1 بكام؟ 2 meter per second bar of 2 والA2 1 meter per second bar of A 2 وهنا اللي في I بكام؟ بزير وهنا اللي في I بكام؟ برضو بزير طيب، هيقابلوا بعض فين؟ إذا كانت بداية الحركة عندنا أخذوا بالكو أن بداية الحركة أن اللي اتنين كانوا على مسافة كم من بعض بـ 300 meter تمام كده؟ هنلاحظ أن نحن 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 نجيب بالنسبة للكار 1 والنسبة للكار 2 واللحظ أن الاتنين أكيد حيوصلوا مع بعض في نفس الوقت صحي كده؟ طيب هنا بالنسبة للكار 1 الدي 1 بكام؟ الVIT بلس بارف 2 تمام كده؟ طيب، هنعود عن الVIT بكام بزيل؟ ها؟ طيب، ننزل اللي هي بكام؟ بـ 2 تمام كده؟ بداية الكار 1 أما الكار 2 لو أنتم فاكرين هي بكام؟ بـ 1 meter بالساكن بارف ايه؟ بارف 2 طيب، نعود هنا half times 2 يدينا كام half times 2 يدينا كده هاد يشرب عشان هادش لغبة يبى half times 2 times T squared تمام كده؟ يبى هنا باقي البي كام؟ الدي 1 بكام؟ بـ T squared طيب هنا بالنسبة للكار 2 الدي 2 تساوي في اي ها؟ 2 التايم تايم في half A T A squared طيب الVI بكام؟ الVI هنا بزيل في time time is half A to T squared الA هنا بكام؟ بارض بـ 1 يبى half times 1 time is T squared طيب، بتساوي ايه بقى؟ بتساوي D minus D 1 اه، هو اللعبة ماشية ازاي؟ أنا هنا يا أولاد لو أنا مشيت هنا المسافة كلها على بعضها لحد ما الكار ديتقابله هم عايتقابله هنا مثلا تمام كده؟ طيب، أنا هفطالت أن المسافة اللي اتحركتها الكار 1 دي هي D 1 المسافة اللي اتحركتها الكار 2 هي D 2 تمام كده شباب؟ طيب، المسافة الكلية دي قدية اللي D اللي هي بكام؟ بـ 300 متر تمام كده؟ طيب أنا هنا بالنسبة الكار 1 هتكلم عن الأكسريريشن بتاعتها اللي هي بـ 2 meter per second بارف 2 وهنا الأكسريريشن بتاعتها بـ 1 meter per second بارف 2 ونبدأ نشاء بس ما نعاو أما نيجي عندي D 2 بقى بدل ما نخلي عندي كذا نمجم عوض عنها بكام؟ مش هي الـ D 2 دي تعتبر 300 كلهم شلنا منهم الـ D 1 300 مينس الـ D 1 طيب، ما هو الـ D 1 بتسوي كام؟ الـ T ايه؟ الـ T square ما نعاوه يبـى الـ D 1 إن شاء الله هنحط مكانة T A square يبـى نقوله 300 مينس الـ T square هنروح الناحة التانية تربى بالـ plus يبـى ها؟ 1 and a half هل؟ 1 and a half ايه؟ T square يبـى الـ T square يبـى الـ T square بقى ايه؟ هنا هنقدر نجيبها هنا نقدر من خلالها نجيب الـ time ونقدر كمان من خلالها نجيب الـ distance طيب، لو أنا عاوز أجيب الـ time مش ده 3 over 2 يبـى هنا ساكة ايه؟ 600 over 3 يعني 200 يبـى الـ T square يبـى الـ T square بـ 200 يبـى الـ T بتساوي الـ Root 200 طيب، لو عكسنا بدل ما نشيل الـ T هنا بدل ما نشيل الـ distance هنا ونحط مكانها الـ T square من هنا لا، عناعك هندخل الـ T square هي الناحة التانية هنلاحظ ان الـ D1 بتساوي ايه؟ 600 minus الـ 2 D1 اللي هو هنا تمام كده؟ اللي هو عوضنا هنا ضربنا هنا في 2 هنا بقت هنا كان الـ T square والناحة التانية بقت الـ 2 D1 و300 بقت 600 يعني هنا سيبنا دي زي ما هي بس دي ضربناها في اثنين لما نضرب هنا في اثنين بقت بقام ديات بالـ T square وهنا 2 D1 وهنا 600 يبقى 600 minus 2 D1 بتساوي بتساوي قصد T square والـ T square ده عندنا بقام بالـ D1 يبقى إذن الـ D1 بتساوي 600 minus 2 D1 يبقى 3 D1 بتساوي كان 600 يبقى الـ D1 بقام بـ 200 ولو عايز أجيب الـ Time أقدر أكمل زي ما أنا شغل وأجيب من هنا الـ Time حالا إن هو بيبقى Root 200 تمام كده شباب؟ طانق 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 نبدأ من هنا نطلع أو نقرأ المسألة بشكل تاني بحيث نحن نحن نحاول نرسمها بشكل بسيط ونطلع الجبن بتاعتنا ونبدأ نعوض في الاقواجن أجل أن تتأناس أحكمة طريقة بين الصين فقط وننتقى في الاقتصال. عام هي المسألة meinerTomoss. 1 meter per second power of 2. يبا هنا الاكسلation 1 meter per second power of 2. and at the same moment a person move inside the train from the position x. in the same direction of the train's motion. at uniform velocity 1 meter per second. so the displacement of this person from position x after five seconds. طيب. طبعا هنا يا شباب لازم ان ناخد بالنا ان هو هنا الولد هنا بيتحرك. تمام كده? بتاعة الترين. بتاعة الترين. فعم عوض هنا بالاكسلation بتاعة الترين. هنلاحظ ان هنا بيبدأ اللي هو مشاها. اللي قال في اي تي بلاس هاف اي تي سكوارد. تمام كده? ونبدأ نعوض بشكل مباشر هاف بلاس ايه تي سكوارد. تايمز قصدي الوان اللي هي الاكسلation. تايمز الفايف اللي هي الفايف ساكند. بارف تو بلاس ايه الهاب الوان تايمز فايف لان هو هنا هيتحرك حركتين. الكار قصدي هو داخل الترين بيتحرك بديستنس. والترين ذات نفسه اتحرك دستنس كمان. فبالتالي هنبدأ نشتغل على هو المسافة الجديدة. خدوا بالكواب يا انا بتكلم بالنسبة لشجرة على الطريق او محطة القطر. يعني بعد خمس ثواني من حركة القطر هو في المحطة. الراجل جوه القطر بيتحرك بفلوستي وكمان القطر بدأ يتحرك باكسلريشن وان ميتر بارف تو. فبعد خمس ثواني بالنسبة للمحطة هو بيتحرك ازاي. فبجمع الدستنس اللي مشاها الراجل جوه القطر زايد المسافة اللي مشاها الترين ذات نفسه. طمام كده. فبالتالي المسافة اللي مشاها القطر هي بتبقى الفي اي تي بلاس هاف اي تي سكويرد بلاس المسافة اللي مشاها مين؟ الشخص اللي هي هو شغال يونيفورملي وبالتالي بيبقى شغال الفي اي تي على طول. او الفي تي. فان ما فيش ايه وفينال لان هو ماشي يونيفورملي. وبالتالي وجمعنا الاتنين هاللاحظ ان هنا زيرو لان الفي اي بزيرو وهاب والاكسلريشن بون طايمز الفايف سكويرد بلاس وان طايمز فايف يعني فايف وهنا دي فايف سكويرد يعني بتويني فايف. تمام كده هاللاحظ ان الايه ان اللي سبيد او عندنا عندنا بقت بكام? ايه فايف. هنا بقت تويني فايف. اه طايمز هاب يبقى تولف بوينت فايف بلاس فايف يبقى بكام بسبنتين بوينت ايه فايف. تمام كده شباب? طيب. من هنا شباب نبدأ نلاحظ ان انا اقدر استخدم ايه السري ايكويجون في ان انا اقدر احل المسائل اللي عندنا اه سواء او اه زي مثلا هنا لو انا عندي الراجل ده او البنوطة الصغيرة دي بتلعب. قال لي ات ازا ايه كذا اقدر احسب من عندنا هنا لو انا حبدأ اشتغل عليها. تمام كده نخلي الجزء ده للمرة القادمة ان شاء الله عشان احنا محتاجين اه النهاردة بتاعتنا اه اه الوقت بتاعنا اه اه امتهى. اه كنت سعيد جدا ان احنا واحنا بنشتغل وان شاء الكريم باذن الله المرة الجاية هنشتغل يا شباب شاكر جدا لحضراتكم وكنتم ابسوط معكم ان شاء الله نكمل يوم الخميس القادمة.